السلام عليكم جميعاً اسمي دكتورة فاطمة ضاعن طبعاً اليوم يعني بتكلم عن استخدام التكنولوجيا وبالذات الذكاء الاصطناعي وبتحديداً تاجي بي تي ممكن كلكم سمعتوا عن تاجي بي تي وتعرفون استخدامات التكنولوجيا الحديثة لحشان نسهل التعليم حق الى احتياجات الخاصة مثل ما تعرفون ذي احتياجات الخاصة يحتاجون بعض الابليكيشنز يحتاجون بعض الصوفتوير فيه موجودة في البلاي ستور او موجودة في الانترنت نقدر انهم يستخدمونها احنا حتى كمعلمين نقدر نستخدمها عشان نسهل التعليم حق ذوي احتياجات الخاصة التكنولوجيا مهمة مو بس حق ذي احتياجات الخاصة حتى حق الناس العاديين فالشات جي بي تي فور اكزامبل زين واحد من التوز انا مادري كم واحد فيكم يستخدم الشات جي بي تي تستخدمونها انا ما عرف استخدماتكم شنو في الشات جي بي تي بس الشات جي بي تي اساسا يعني وسيلة تساعد الجميع انهم يستخدمونها بطريقة سالسة اول شي ان تسأل وجابك number one يعني انا خلوني يعني انا اسوا باسي ممكن اتكلم شوها بالانجليز number one is personalized يعني whenever you ask a question you're gonna get the answer at the same time so it's in real time فهذه واحد من البنفت فتخيل انت عندك اي سؤال تبيتسئلة مثلا سؤال تبيتعرف دوة معين تبيتعرف خلا نقول معلومة معينة حل معين فانت تروح اقل شات جي بي تي whenever you ask a question you're gonna get the answer directly وطبعا عطيك اكثر من resource فهذا الاشياء هاي النوع من الاسئلة اللي انت تسأل والجاوب اول شي بيكون personalized مثل ما قدت number two real time لو تكلمنا احد الspecial needs طبعا الspecial needs اذا كانوا من فئة الصم طبعا هما يقدرون يقرون اوكي يقدرون يقرون فهذا it's easy for them to communicate بلاس ان اذا كانوا مثلا لو كانوا اهما blind بعد فيه طرق ثانية ان اهما طبعا التكس بيتحول الى صوت وانهما يقدرون يسمعون الكل التكس المكتوبة واليوم طبعا بنعرف بعض التغنيات شون نستخدمها في التعليم انا بس i'm going through the slides very rapidly مثل ما تشوفون هنا تساعة تكنيوجيا في حماية تعلم الطلاب ذوي احتياجات التعليمية الخاصة وزيادة استقلالياتهم انا لا اقرأ هذه كلها ولكن انا بشرحها بشكل سريع ان اول شيء حق المدرسين اللي يدرسون احتياجات خاصة بلاس حق الطلاب ذوي احتياجات الخاصة اول شيء الدعم الفردي مثل ما قلت لكم is personalized يعني يمكن يكون الطالب ذوي احتياجات الخاصة يكون يستحي يسأل فمثلا ان اهو كان يستحي فهيقدر يروح يسأل chat gpt عن هذي السؤال ويقدر ان اهو يحصل الجواب right away فما يحتي يروح يسأل المدرس او يسأل احد معين شنو هذي السؤال او شون اجوابه في ناس يعني يكونون شوية introvert number two technology المساعدة طبعا عندنا وايد في applications بعد ان يساعدون حق الاسواء كان الاعاقة البصرية او الاعاقة او الاعاقة اللي كانت سمعية طبعا مثل ما قلت كم السمعية والحركية يعني احنا مثلا اذا كانوا ديسلكسيك اذا كان عندهم ديسلكسية يقدر chat gpt كبر التكس لهم يقدرون يقرونه بوضوح okay plus اذا كان مثلا اذا كان عندهم مشكلة بصرية مجرد they can press the button and they can chat gpt يقدر يقرون لهم كل المعلومات الموجودة وشي ثاني تعزيز الدروس طبعا شنو اقول تعزيز الدروس طبعا في بعض الدراسات تقول لك ان chat gpt تحديدا انه هو نوع من الموتيفيشنال تول نوع انه هو اساسا تشجيعي يشجعش ان انت تستخدمينه شنون يشجعش ان انت تستخدمينه يعني طريقتها جميلة انه سؤال وجواب لا وتستخدمينه مرة ثاني وعلى فكرة انا مريقة if you have tried it or not انه حتى باللهجة العامية لهجة البحرينية الان يجاوبك باللهجة البحرينية لهجتك انت فحتى اذا كان الكلام صعب ان الواحد يعرف مثلا هذي شنو تقدر تقول لا ابي مثلا الاجواء تكون باللهجة البحرينية فاماجل شنو نحطه تتطورنا يعني فيمكن هاي الاشياء فيه ناس تعرفة فيه ناس ما تعرفة ولكن هي سهلة الوصول تقليل القلق انا ما بقدر اقلق لانه لكل سؤال جواب يعني يعني كل سؤال بكل جواب وفي ريسورس نقدر احنا نرجع له فيه ناس ويدا انفورتناتلي they are against chat gpt بس انا ما مقدر اقول لها انتوا ليش against chat gpt يمكن يقول لك اوكي for plagiarism issues مثلا copyright infringement هالاشياء بس في النهاية ترى يعني هو مجرد حقك انتي عشان تستفيدين منه والريسورس انتي تقرين تغيرينها بلهجة اوكي وتقرين تغيرينها سواء paraphrasing وبعدين حتى chat gpt يقدر تسوي لك paraphrasing يلخص لك الكلام عندك بارغراف طويلة ما تبين تقرينها ياخذ زبدة الكلام ويعطيتش اياها فاماجل يعني اشلون chat gpt مساهل حتى حيث ذو يحتاجات خاصة يمكن اهما بالنسبة لهم صعب انهما يقرون او يسمعون وايد بالاخصة لهم في وقت معين التعلم المرميلا of course is accessible at the end of the day you can you can use it anytime 24 7 تقدرون في اي وقت تابونا تقدرون تستخدمونا اوكي وحتى في الموبايل فونس في في اللابتوبس صح حين طبعا number one مساعدة في القراءة اذا كان في طلاب عندهم difficulties for example in speaking التعجب يتساعدهم انهما يتكلمون في النهاية بيخليهم يتكلمون ليش لانه بيتكلم معاهم كلمة كلمة وتقدر تبطأ الكلام وتسرع الكلام فهذه بيخليهم شوي شوي يتعلمون number two مساعدة في الكتابة if you have difficulties in writing again هذه بيساعدك ان انت تكتب وبيعطيك حتى اذا عندك اخطاء املائية بيقولك انها في خطاء املائي or how to rectify the mistake انت تصحح المستيك دعم الواجبات المنزلية والدراسية طبعا اكيد اولياء الامور اذا يحتاجات الخاصة اكيد قاعدين يعانون بتدريس او بتدريس ابنائهم مو بشي سائل it's a hassle for them اكيد it's gonna be very difficult ليش ما تستخدمون chat GPT اولياء الامور مجرد ما ياخذ لكم حتى عشر دقائق ان انتوا تتعلمون it's user friendly اي واحد يقدر يستخدمها اوه صج نزيل الممارسة والمراجعة اكيد هذه النوع من التولز يقدر يخليل يسوي لك تلخيص مراجعة يقدر حتى يراجعك اذا انت ما عندك شخص انه يراجع معاك chat GPT موجود الدعم التنظيمي يرتب لك كل شي حتى for example اذا كان فيه equations الممارسة ويقوم بحاجة الممارسة الممارسة يحلكم الممارسة ستب با ستب ويعطيكم الجواب ليش صار شدي فاماقين هاي الطول شنو هي ذكية الممارسة ويقوم بحاجة الممارسة انه يقدر يشجعكم على الاستخدام يعني هو سهل ومارن ويستخدمونه أي وقت وشي ثاني يعطيك حتى الريسورس خطوة خطوة بخطوة قبل ما يعني في شي طبعاً هذي كل أبيكم تعرفوا من هذي الشخص هل تعرفون أي شخص من؟ طبعاً زميلتي اللي مساعة كانت موجودة من زين طبعاً هي تحدثت عن بي ماي آيز طبعاً هذي هو مبتكر بي ماي آيز بس هل تعرفون قصتها اسمي طبعاً هاز جورغن هو هابي الشخص هو حرفي كان طبعاً في 2012 هو طبعاً عنده هو فيجول إمبيرد ما كان يتشوفي في 2012 هو كان حرفي يشتغل في الأثاث مع أنه ما يتشوف يعني فهذي الشخص تخيلوا أنه كان يبي يعرف شنو شنو هو سوراوندهم فقال ليش أنا يعني شلون أنا أبي أعرف شنو جدامي شنو وراي شنو يامي شنو الألوان اللي قاعدة أشوفها بس هو ما كان يعرف فهو يعطل الفكرة أن ليش ما يوفو الناس يكون هذي الناس أهم أساساً متطوعين وأنه أهم يقدرون شنو في دول أجنبية طبعاً يستخدمون بمي أعظم أنه يستخدمون بمي أعظم بمي أعظم بمي أعظم حتى في البحرين أن نحن نوظف متطوعين اللي حاب يتطوع أنه هو مثلاً تخيل الأجر اللي أنت بتحصله من اللي أنت قاعدة قادمة حسناً 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 فهذه كانت يعني أنا مجرد تكلمتها بسريع ما أنا ما عندي وقت كان في أشياء كاباً أقولها أتمنى أن تستفتوا وأتمنى أن تستخدمون شارجي بيتي شارجي بيتي مو بس أن أنا أسوي كابي بيست من حق بحوت لا تعلموا مني أن تسئلون تجاوبون وتتأكدون من الأجوبة حتى يمكن الأجوبة لا تكون 100% صحيحة ولكن معظم هيكون صحية لنا فيها resources فاتمنى أن تستفتوا من نهي وإي здесь شكراً بيتي شكراً 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 موضوع